انا بس عندي حاجة لانه انا شفت لنفس ذات المرشح هو بنفسه بذاته بمنطوق كلامه بيقول ايه بيتكلم على مسألة تحرير التوكيلات واعدادها والخمسة وعشرين الف توكيل يا ترى يبقوا مغطيين الخمسة الخمستاشر محافظة ولا لا فبيقول احنا اكيد مغطيين بس اصلا لو طلع غير كده خد بالك بقى لن نقف مكتوفي الايدي فلن نلطم على خدنا الايمن وندير الايصر سؤال يعني ايه لن نقف مكتوفي الايدي هو ده برضو لانه ده بيتوافق وبيتناسب وبيتماشى وبيتمازج مع ايه مع نفس طريقة الاخوان المسلمين خطابات ودونها الدماء ولا نسكت وحاجات زي محمد البلتاجي بتاع عايزين الارهاب في السيناء يقف يبقى مرسي يرجع تاني يعني الطريقة دي بتاعت اللي هو ايه يعني يتسبونا نعمل اللي على مزاجنا ينبدأ بقى ايه في اشاعة الفوضى او اراقة الدماء الاخ الاخ هو نفس ذات المرشح بتاع التوكيلات المزورة هو هو اللي بيقول هذا التصريح هو هو اللي مدير حملته في الخارج استقال لانه شاف انه ادحك عليه وانه هذا المرشح له انتماءات طائفية وسياسية واضحة ومعينة يعني عمليا هو حادف اخوات حادف تشده الديني وده بالصورة يعني الفوتوغرافيا هي اللي بتقول ومدير حملته في الخارج هو اللي استقال وهو اللي قال وتيجي توكيلات مزورة ثم يأتي خطاب يحملوا التهديد والوعيد هتجد بطبيعة الحال انه الاحزاب السياسية في مصر لم تسكت بل استنكرت يعني تلاقي انه الاستاذ الشام عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة استنكر تماما وبوضوح قيام انصار المرشح الرئاسي المحتمل حقيقة هقولك ايه يعني الكلام على لسان الحزب احمد الطنطاوي استنكروا انه حملة احمد الطنطاوي بتقوم بتحرير التوكيلات المزورة بالمخالفة للقانون والحقيقة انه الحزب ثمن قيام وزارة الداخلية بمواجهة هذه الافعال اللي بتمثل خروج عن القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات القانون شديد الوضوح يا سادة وتعليمات وضوابط الهيئة للعملية الانتخابية ايضا شديدة الوضوح يا سادة هل في حد في حد فوق القانون لا هل في حد له الاحقية او الامتياز في ان يتخطى محددات وضوابط وتعليمات الهيئة برضو لا